والنهار ده عنا نتكلم عن الصفة التانية وعن نتكلم عن الجزء التاني الصفة التانية اللي في الإنسان اللي هي لو موجودة فيه بتخليه إنسان متزن وإنسان متنور بأنوار القرآن الكريم احنا مبارح كان العبد الممدود والنهار ده عايكون الصفة التانية هي العبد المكرم اللي جات في قولي تعالى في سورة البقرة في قولي تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هذه الآية من بديع ما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز احنا عندنا مشكلة بتحصل في حياتنا الأول خالص لازم نتكلم عنها ايه المشكلة؟ تبعين أول مشكلة لما الولد يتخرج من الجامعة ويبقى مستقبل للحياة فتحصل له مشكلة كبيرة جدا جدا إن هو شايف إن هو مش قد الحياة إن الحياة أكبر منه فيحاول الناس اللي حواليه يعملوا جريمة كبيرة أنا بسميها جريمة إن هم ينفخوا في ذاته وهم يقصدوا إن هم لما ينفخوا كده هيخلوه قد الحياة وفي ناس كتيرة جدا 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 تحاول تردد على مسامعه لا أنت قد الحياة ويحفزوه ويبتدوا يقولوله كلام كتير جدا 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 عشان يخلوه يحس إن هو قد الحياة وإيه تاني؟ في ناس كتيرة جمان بتحس إن هي مش قد التربية مش قد الجواز منجوزين ومش قد التربية ومنجوزين ومش قد الجواز ومنجوزين وهم مش قادرين يتحوروا ومش قادر يعيش مع زوجته الحاجة دي بتبدأ مع الناس كتير وزي ما قلنا بتبدأ مع الشباب وخصوصا بعد ما يخلصوا تعليم ولسه يبقوا دخلين على بوابة الحياة ويبدأ يقول أنا مش قادر فالتاني يقول له لأ انت قادر وعارف وانت امكانياتك كبيرة ويبتدي يخليه عشان يوصلوا الى ثقة وبالنفس يكلمه كتير قوى قوى عن الحاجات الموجودة فيه وهو قاصد ان هو يحفزه لكن الحقيقة الافضل الافضل ان انت تحسسه ان هو مكرم يعني ايه مكرم الكلمة دي فيها ميزة عجيبة ان هو عبده مكرم ميزة عجيبة جدا 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 في مسألة التحفيز وتخلي الانسان عنده حالة من حالات التوهج وتخليه مرتبط مش بنفسه لكن مرتبط بالله سبحانه وتعالى انت عبد مكرم وبتخليه عايش في توازن مش اللي بيحصل لنا لما نستخدم الاسراف في كلمة الثقة بالنفس لان الاسراف في كلمة الثقة بالنفس بتخليه الانسان يطلع منه اشياء مضطربة واشياء مش متوافقة مع عدم قدرته في بعض الاحيين يبقى الحل هو ايه ان هو انسان مكرم مكرم يعني ايه نشوف الاية بتقوله ايه بتقوله مكرم يعني انت عندك قدرة ان انت تزكي نفسك وعلشان كده الاية اللي معانا بنشوفها وهي بتعرض علينا افضل سيناريو للانسان المكرم فبتقول لنا الاية كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ايهتنا ايه اللي حصل الله سبحانه وتعالى ارسل هدية لنا لاننا مكرمين ارسل حضرة النبي ليقرأ ويتلو علينا الايات بغرض ايه بغرض ان احنا نتزكى ونتعلم الكتابة والحكمة ونتعلم ما لم نكن نعلم يبقى ربنا بيقول لنا ان حضرة النبي جاي يزكي انفسنا ويعلمنا اللي ما كناش عارفينه لدرجة ان الامام الطبر بيقول بعد هذه الاية بيقول كلمة انا بحبها جدا 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 وتحسسنا بجمال اللي حاصل ده بيقول ايه بيقول وبيبين لنا قيمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول فاخبرهم ايه لا اخبر الناس فاخبرهم جل سناؤه ان ذلك كل ان ذلك كل هماله انما يدركونه برسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ندرك كل ده بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فدائما عشان تعرف ذاتك وتحقق الاتزان اللي هو يملح حياتك بنور ربنا سبحانه وتعالى لازم تعرف انك مخلوق مكرم ولقد كرمنا بني ادم معنى ان انت مخلوق مكرم يعني محترم الجسد في ابها سوره ولذلك الله سبحانه وتعالى قلت وقد خرقنا الانسان في احسن تقويم وليه عقل قابل للحكمة ومن يؤت الحكمة فقد اوتي اخيرا كثيرا وعشان احافظ على تكريمي بقى تعالى نشوف الاية بتعلمنا ايه اول حاجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع علينا الايات فافهم من كده ايه انني موصول بالله ولا يمنعني شيء من الوصل بالله سبحانه وتعالى عشان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله ليه ليتلو علينا اياته سبحانه وتعالى فمعنى كده ايه انا موصول ليه طيب موصول لان ايات الله سبحانه وتعالى تشمل كل جوانب حياتي فيها خبر من قبلنا وفيها فصل ما بيننا وفيه نبأ من بعدنا فانت اذا تعلمت ان رسول الله يتلو عليك الايات فانت موصول فما فيش حاجة اكبر منك تستطيع ان انت تتصل بالحياة كلها الحاجة التانية ايه ان هو بيعلمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يزكينا يعني بيخلينا قادرين على ان احنا نكون دايما في ترقي وازاي نحقق الترقي ده ان احنا يبقى عندنا امل نحول هذا الامل الى عمل اه كده نترقى لان حضرت النبي يزكيكم يزكيكم يعني ايه يرقيكم يرقيكم من ان انت تكونوا لسه مقبلين على الحياة لا تبقوا ارقى وتتقدموا في الحياة طب الثالث حاجة ايه ويعلمكم الكتابة والحكمة يعني ايه التعلم المستمر فنتهيأ للحكمة نتهيأ بالحكمة بان احنا ايه نتعلم ونبقى قابلين للحكمة ان التعلم هو اللي بيخلينا قابلين للحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي اخيرا كثيرا ايه كل الكرم ده وبعد كده ايه اللي يحصل يجينا بقى الجمع ايه ما بين العلم والخبرة الحياتية فيبقى ايه الجمع بين العلم والخبرة الحياتية في ايه بقى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني ايه الحكاية ونتعلم بقى الخبرة فنضم الى العلم الى الحياة فيبقى عندنا يوصلنا الى الحياة الكريمة او حياة الكرامة يبقى الاية هنا بتعلمنا حياة الكرامة ويبقى تعاملك مع الانسان على انه مكرم لازم تعلم مع الناس كلها لانها مكرمة مش معناها ان انت تتعالى عليهم لانك بيضروها هتشوفهم مكرمين زيك زي ما انت متكرم إنما المؤمنون أخوة وبالتالي هتبص للناس إن هم مكرمين من رب العالمين وهنقف مع بعض وهنتوقف عن النظر المتعالية أو النظر المثالية للناس وننظر لهم على إنهم بشر عاديين مكرمين من الله سبحانه وتعالى وكلنا حياتنا مليئة بالتكريم ونحترهم ومحترام للتكريم إن ربنا كرمهنهم وأودعهم فيهم ولذلك إيه اللي بيحصل عشان كده بيقول أهل الله كل من رأيت فالخضر اعتقد يعني كل اللي إنت تشوفه اعتقد إن هو الخضر يعني هتتعلم منه وده تنفيذة لوسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو خالق الناس بخلق حسن ولو عايز تشوف التكريم ده لازم تعمل ثلاث حاجات أول حاجة تخدم الناس كل يوم أقصد إن أنت تخدم الناس تخدم الناس خدمة حقيقية وإنت قصد إن أنت لما تكرم الناس بتكرم نفسك وإنت قصد إن أنت تعيش الكرامة ما تعيش إن أنت مهان ولا تعيش إن أنت معكش أدوات ولا تعيش إن أنت مش قادر تعمل ده أو ده اعمل أي حاجة صغيرة في خدمة الناس هتلاقي نفسك بتحس بالكرامة وبتحس إن أنت لك مكانة عند الله سبحانه وتعالى إنه أجرى الخير على أديك اقصد خدمة حد من الناس وابدأ بأهل بيتك وزميلك في الشغل ولو حتى ما تعرفوش لإن الخدمة هتزكيك وتخرج أجمل ما فيك أنا بقول للناس اللي هم حسين إنهم ما عندهمش مهارات اخدموا الناس هتلاقوا المهارات بتنفجر في قلوبكم بالأنوار اللي ربنا سبحانه وتعالى يتجلى بيها عليكم وتخليك فعلا تطهر نفسك وتظهر بمظهر الذي كرمه الله سبحانه وتعالى أمر الثاني والمهم أن أنت طول الوقت ترى جمالة ما في الناس ولذلك تطلب من الناس الدعاء اطلب من الناس الدعاء وشوف جميل في الناس ويطلب من الناس الدعاء دائما واذكر الأحياء والأموات بأجمل ما فيهم وتعمل ساعتها بوسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وإن يحصل؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى يطلب من الناس الدعاء وادع للناس وآخر حاجة ممكن تعملها أنك تحاول تخلي قلبك حاضر دائما في العبادة وتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتذكره بأنه سبحانه وتعالى أكرمك وعرف أن أنت لما تكون حاسس بأن الله قد أكرمك وأنك كريم هتحس بأن أنت قادر تصل إلى التقوى وساعتها تدخل في قولي تعالى أن أكرمكم عند الله أتقاكم يا سادة إحنا عبيد مكرمين وعشان إحنا مكرمين الحياة مش أكبر مننا الحياة ملك ربنا فقط اعرف أن أنت من أهل الكرامة واستمر في التعلم واستمر في السير إلى الله ودم الخبرة ودم الخبرة إلى التعلم ساعتها هتحس أن حياتك كلها مكتملة وأن أنت مش أهل من الحياة لأن أنت بتعيش حياة الكرامة من الرب الكريم الذي كرمك وجعلك عبداً تستطيع أن تعيش بمدده كما قلنا في الحلقة الماضية تعيش كريماً في هذه الحياة وأنت عبد الواسع فوسع نظرك تعيش حياة الكرامة شكراً للمشاهدة